وقالها التاني كان أن زوجها حالف عليها أنها ما تكلمش صديقة ليها لفعل هو شافه منها وكان لا يرضى هذا الفعل لو كان منع الزوج لك أنك ما تكلميش صاحبتك دي لسبب شرعي معتبر فيجب عليك الطاعة طاعة هذا الزوج إذا كان يأمره بمعروف لو هو شاف تصرف أو سلوك مش مظبوط من صاحبتك وبناء عليه شايف أنك أنت ليس من الأليق بك ولك أنك تتعامل معاها فمنعك من التواصل معاها وبتقولي حلف على كده وإنتي عايزة بتقولي أن أنا أكلمها طيب أبتدي أفكر في المنع وسبب المنع كان سبب جدير بأنه يمنع ولا لا ما كانش وإنتي شايف أنه فيه اتعرضت لظلم لما الدنيا تهدأ أبتدي أتكلم معاه لأنه أتكلم معاه بنوع من الحكمة أشوف أتخير الوقت المناسب اللي أتكلم معاه ونبتدي نشوف الموضوع سوا ويسأل طبعا عن في الوضع بتاعه ده حارك تتكلمي معاه وتسأليه وتقولي له أنا عايزة بس أظهر لك الأمر بتاعها هو واحد اتنين كذا توضحي له الموضوع لكن ما ينفعش أن أنا أبتدي أكتشف أنك أنت بتكلميها من وراء وربما يكون هو ليه وجهة نظر واضحة في هذا الأمر هي خفية عليك يا صاحبة السؤال الستم آدم شكرا